السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم رابيا خان نستمع في دورتنا المجانية صانع الواقع المتعمل التمرين 11 عجلة الامتنان عبارة عن عجلة دائرية الشكل فناخد ورقة بيضة ونقصها على شكل دائري بهذا الشكل طبعا زي ما انتم شايفين هنا الشكل الدائري قسمتها لأربع أقصام طبعا عجلة الامتنان ميزتها أنك ممكن تسويها كل أسبوع فتخلي الدائرة فيها سبع خانات أو ممكن تخليها بشكل شهري يعني تكون الدائرة فيها 30 خانة أو 31 خانة أو 29 خانة بس طبعا أنا هعمل دائرة أسبوعية لأني أنا ما أحب أعمل بالشهر أعمل بالأسبوعي وكل أسبوع أعمل شكل مختلف فهذا الأسبوع راح أقوم بتقسيم هذه الأربع المربعات بشكل أنه تكون عندي سبع زوايا لكن ممكن أعملها بشكل شهري فبتصير في كل جزء مجموعة من الأجزاء فزي ما قلت لكم دا حين هنعملها بشكل مصغر لسبعة أيام أقسمها وارجع لكم طبعا الآن زي ما أنتم شايفين أنا قسمتها لسبعة أجزاء صح إنها مهمة تساوية لكن بغض النظر إنها هي سبع أجزاء فأبدأ هحط كل يوم امتنان لأي شيء يصير معي مثلا في اليوم الأول من الأسبوع اللي هو يوم الأحد صار معي مثلا أشياء مهمة في العمل ممتنة أنا لها صار معي أشياء في العلاقات أكون ممتنة لها وهكذا كل يوم في المساء قبل ما أنام أكتب امتنانات لكل ما صار معي في اليوم هذه ممكن أن أعلقها على الجدار وأكتبها باستمرار أو أضعها في دفتر الامتنانات وبكذا نصل إلى في نهاية فقرتنا لليوم دمتم سالمين